سيأتي زبان على الناس يفرون من العلماء كما يفر الغنم من الذئب يعني كأنهم يعدون العالم عدواً له مهم عدوا عادي عدوا فاتك بهم لأن طبيعة الذئب هي هذه شوفوا الخطورة ونشوفوا الابتعاد الضلالة قد صايرت شبيرة اللي النبي يخبر عنها زين حينما يكون وضعهم هالشكل شنو الجزاء ابتلاهم الله تعالى بثلاثة أشياء هذولاً لهالشكل ما يعرفون قيمة العلم والعالم بينهم ويجدون الرياضي أشرف من العالم وأفضل من العالم والمغني أرقى درجة والراقص والفاسق الفاجر أرقى من مكانة العالم شنو الجزاء الجزاء هذا ابتلاهم الله تعالى بثلاثة أشياء الأول يرفع البركة من أمواله هم ليش يبتعدون عن العالم طلباً للدنيا هي هاي الدنيا اللي يطلبوها تصير بلا بركة الثاني سلط الله عليهم سلطاناً جائراً موظالم جائر الجاور أعلى من الظلم الثالث يخرجون من الدنيا بلا إيمان إذن لا تبقى لهم دنيا ولا يبقى لهم دين مو المقصود بالعلماء كل علماء العلماء الربانيون لأن هناك هم من ينتحل العلم أو يكون هو بالفعل عنده علم ولكن ليس برباني هو أحد أسباب ضلال الناس هو أحد أسباب ضياع الناس مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن المقصود بالعلماء منه العلماء الربانيون الذين هم أمناء على حلال الله وحرامه السر في هذا شنو؟ ليش هاي الآثار؟ لأن العلماء هم مصابيح الناس هم نور عيون الأمة هم حراس الأمة هم عقل الأمة الواعي هم عزة الأمة هم كرامة الأمة الأمة اللي ما ترتبط بعلماءها وما تستفيد من علماءها تبطى بالعيون الفتن والأمواج تأخذها يميناً وشمالاً لا يعرفون أين يضعون رحاله وهذا الواقع الخارجي يمكن واحد يشوفه ترجمة نانسي قنقر